بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وأعرض عن الجاهلين الإنسان في حياته يبتلى بعوامل الاستفزاز والعوامل التي تستفزه كثيرا كثير من الأحيان في حياتنا نعرض لأمور تستفزنا الإنسان العاقل هو الذي يستجيب استجابة إيجابية لعوامل الاستفزاز ولا تكون استجابته لعوامل الاستفزاز استجابة سلبية وغير العاقل أو الذي لا يحكم عقله هو الذي يستجيب للاستفزاز باستجابة سلبية مثلا إذا هناك زميلان رأى أحدهما الآخر قد تقدم عليه فإن هذا الإنسان وهذا التقدم يكون عامل استفزاز للشخص الأول يجد زميله قد تقدم عليه كثير من الناس يستجيب لهذا العامل الاستفزازي استجابة سلبية ويظهر الحسد الحسد هو استجابة سلبية لتقدم الآخرين يعني يستفز من تقدم الآخرين أو وجود نعمة لهم لا يمتلكها فهذه الاستجابة السلبية تتحول إلى حسد في هذا الإنسان ولكن البعض الآخر هذا العامل الاستفزازي يستجيب له استجابة إيجابية بمعنى أنه يرى زميله قد تقدم عليه فيحاول أن ينافسه المنافسة بمعنى أنه الإنسان يحاول أن ينمي نفسه ويحاول أن يتقدم على الآخرين بطريقة إيجابية هذه استجابة إيجابية لعامل الاستفزاز طبعا أكثر الناس لأنه حينما تكون هناك عوامل الاستفزاز الإنسان تثور عنده العاطفة أو القوى الشهوية فهذا الإنسان لا يفكر في أكثر الأحيان بطريقة سليمة فيكون استجابته للاستفزاز استجابة سلبية في حين أن الإنسان العاقل هو الذي إذا استفز يفكر ويحكم عقله ويستجيب لذلك العامل الاستفزازي بطريقة إيجابية الحلم هو الاستجابة الإيجابية لاستفزاز الجهال الإنسان قد يبتلى بجهل جاهل هناك جاهل يأتي وينطق بكلمات أو يتصرف تصرفا سلبيا طبعا هذا التصرف السلبي أو هذه الكلمات غير الصحيحة أو النابية تثير الإنسان يغضب الإنسان الإنسان يشعر بحنق وضيق من ذلك التصرف أو ذلك الكلام الإنسان العاقل هو الذي يحلم يحلم بمعنى أنه يحكم الحلم في مقابل جهل الجاهل بدل أن يستفز استفزاز إيجابي إذا سبه ذاك فهو يسبه بسب آخر وإذا ذاك ضربه هو يحاول أن يقابله بنفس العمل بدل ذلك يتصرف تصرفا عقلانيا بل ليس فقط تصرف عقلاني وإنما بفعله يحاول أو ينتج عن فعله التأثير الإيجابي حتى على ذلك الشخص الجاهل وإخراجه من حالته السلبية السيئة في حين أنه الاستجابة السلبية لهذا الجاهل تركز ذلك الجاهل فيه يعني إذا إنسان جاء وسبني بسب فأنا قابلته بالمثل هو أيضا مرة ثانية يزداد استفزازا ويستفز أكثر ويكيل شتم آخر وثاني وثالث ورابع وكثير من الأحيان تجد هناك نزاعات اجتماعية كبيرة حينما تبحث عن السبب تجد أن السبب كان أن أحد الشخصين بجهله تصرف تصرفا سلبيا وبدل أن يكون الشخص الثاني تصرف تصرف صحيح الشخص الثاني يستفز ويستجيب استجابة سلبية ويشتمه وذاك يشتم شتم ثانيا وهذا يشتم شتم آخر وثالث ورابع وهكذا يتطور إلى أن بعد فترة يتحول إلى نزاع اجتماعي كبير نحن قد قرأنا في تاريخ العرب هناك حروب كبيرة وهذه الحروب قد كانت تطول لعشرات السنين ولكن هذه ابتدأت بجهل جاهل الطرف الثاني بدل أن يحلم مقابل هذا الجهل بدل ذلك استفز استفزازا سلبيا وقابل الإساءة بالإساءة فتطور الأمر إلى حرب وهذه الحرب تطورت واستمرت لعشرات السنين الإسلام يقول لنا أيها الناس حكموا عقلكم إذا كان هناك جاهل وتصرف تصرفا سيئا فأنت كن العاقل ولا تتصرف بنفس التصرف السلبي وهذا تصرفك أولا يسبب رفع مكانتك في المجتمع الشيء الثاني قد يؤثر في نفس ذلك الجاهل لأن ذاك الجاهل بجهله عمل عملا عدم استجابتك السلبية بل استجابتك الإيجابية لجهله لجهله قد تلفته إلى جهله وبسبب التفاته إلى جهله قد يتندم عن فعله وكما نحن نقرأ في سيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نقرأ هذا الأمر كثيرا أنه الجهال كانوا يخاطبونهم أو يفعلون أفعالا غير سليمة ويخاطبونهم بخطاب غير سليم ولكن الأنبياء والأئمة كانوا يقابلونهم بعمل أو قول إيجابي وهذا العمل أو القول الإيجابي في كثير من الأحيان كان يؤدي إلى هداية ذلك الشخص الجاهل فلذا نجد الله عز وجل في القرآن يمدح المؤمنين فيقول وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يعني حينما الجاهل يأتي ويخاطب يخاطب بجهله يشتمه أو يقول كلام غير لائق أو كلام غير صادق هذا الإنسان المؤمن مقابل الكلام السيء يجيبه بكلام طيب أو يعمل عملا طيبا لأنه قالوا سلاما أعام من القول يعني يقول له السلام أو أن يعمل عملا إيجابيا مثلا نجد الرسول صلى الله عليه وآله في كثير من الأحيان كان الجهال من المشركين والمنافقين يتصرفون تصرفا غير مناسب مع رسول الله صلى الله عليه وآله ولكن الرسول كان يقابلهم بالإحسان وهذا الإحسان كان يسبب هداية كثير منهم وكذلك الأم عليهم الصلاة والسلام روي أن نصرانيا جاء للإمام الباقر عليه الصلاة والسلام الإمام الباقر محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب عليهم الصلاة والسلام الإمام الباقر والده الإمام زين العابدين ووالدته بنت الإمام الحسن عليها الصلاة والسلام لأن الإمام زين العابدين تزوج بنت عمه الإمام الحسن وكان نتيجة هذا الزواج الإمام محمد الباقر وهذا اللقب الباقر بمعنى أنه يشق العلم شقة وهذا اللقب روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي لقبه به فجاء هذا الرجل النصراني إلى الإمام الباقر وقال له والعياذ بالله أنت بقر هذا الكلام قد كثير مننا إذا وجه بهذا الكلام يستفز ويبدأ بشتم الطرف المقابل فالإمام الباقر عليه الصلاة والسلام قال له لا أنا باقر يعني كأنه يريد أن يوهمه بأنه قد أخطأ في هذا الكلام فالإمام يصحح كلامه قال له أنت ابن الطباخة كأنه يريد أن ينقص من قدرها مع أنها بنت الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام فقال الإمام عليه الصلاة والسلام ذلك حرفتها النساء عادة يعرفن الطباخة قال له أنت ابن السوداء الزنجية البذيئة كون الإنسان أسود أو زنجيا هذا ليس بعيب لأن الله عز وجل خلق الناس مختلفا ألوانهم وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم لكن البعض يتصور أن اللون فيه مذمة وليس فيه مذمة ولكن الكلام كان حول أنه قال أنت ابن السوداء الزنجية البذيئة وهذا افتراء عليها فالإمام قابله بكلام جميل جدا قال إن كان كلامك صادقا بمعنى أنها كانت بذيئة فغفر الله لها يعني أدعو الله عز وجل أن يغفر لها وإن كان كلامك غير صادق أدعو الله عز وجل أن يغفر لك لأنك اتهمت مؤمنة بتهمة وأسأل الله عز وجل أن يغفر لك هذا الذنب بهذا التصرف الجميل من الإمام وحلم عن هذا الجاهل هذا الجاهل ارتدع تأثر بهذا الموقف الإيجابي الجميل من الإمام عليه الصلاة والسلام وأسلم يعني تصرف حلم مقابل جهل جاهل قاد هذا الجاهل إلى الحداية فالإنسان ينبغي أن يكون حليما أن لا يستفز استفزازا سلبيا أمام جهل الجاهلين بل يكون استجابته استجابة إيجابية وإذا هذا الجاهل جاء ووصفني بوصف سيء وهذا الوصف موجود أحاول بدل أن أدافع عن نفسي دفاعا باطلا باعتبار أن هذه الصفة السيئة موجودة أحاول أن أزيل تلك الصفة يعني إذا إنسان مثلا فيه صفة أخلاقية سيئة بدل أن يواجه الذين يصفونه بتلك الصفة بمواجهة سلبية ويكيل الاتهامات إليهم بدل ذلك يحاول أن يزيل هذه الصفة من نفسه وهذا أيضا من فوائد الحلم الإنسان يفكر ليجد أن هذا الكلام الذي يقال في حقه هل هذا الكلام صحيح أو ليس بصحيح إذا هذا الكلام ليس بصحيح فيحاول أن يطور الإيجابية الموجودة فيه وإذا كان الكلام السلبي الذي يوجه به صحيحا فيحاول تصحيح الخطأ الذي موجود في نفسه الله عز وجل يمدح في قضية أخرى إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم لأواه حليم إبراهيم أواه وحليم يعني حينما كان يجد المشركين الذين يرتكبون القبائح مع ذلك كان يحاول أن يجد طريقا لهدايتهم يعني في قضية أن الله عز وجل أرسل الملائكة لإبادة قوم لوط عليه الصلاة والسلام هؤلاء الذين كانوا يرتكبون المنكرات والفواحش التي لم يسبقهم أحد من العالمين فالله عز وجل أرسل الملائكة لإنزال العذاب على تلك القرية فهؤلاء الملائكة في طريقهم مروا على إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلما علمه بأنه يريدون إنزال العذاب على قوم لوط بدأ يجادلهم عن ذلك أنه هل هناك فيه مجال في تأجيل هذا العقاب لعل هؤلاء يهتدون في المستقبل أو لعل بعضهم يهتدي في المستقبل فالله عز وجل يصفه أنه أواه حليم يعني مقابل جهل هؤلاء لسنوات طوال يتصرفون بالقبائح ويؤذون لوط عليه الصلاة والسلام مع ذلك لم ييأس منهم ولكن لما علمه بأن الأمر قضاء حتمي وأن هؤلاء لا يرجى خيرهم فرضي بقضاء الله عز وجل فالمقصود أنه ينبغي على الإنسان مقابل جميع الجاهلين يتصرف بحلم وهذا التصرف الحليم هو الذي أولا يسبب رضا الله عز وجل والفائدة الأخروية وكذلك كل عمل يأتي به الإنسان لأجل الله عز وجل الله عز وجل يؤجر الإنسان في الدنيا قبل الآخرة أي عمل الإنسان يعمله الله عز وجل لوجه الله الله يؤجر الإنسان في الدنيا قبل الآخرة وقل عملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون هذا في الدنيا وبعد ذلك وستردون في يوم القيامة إلى الله عز وجل وهناك يكون الجزاء الأوفى فالإنسان الحليم هذا في الدنيا يحصل أجر حلمه أول فائدة من الفوائد التي تترتب على حلم الإنسان أن الناس يكونون أعوانه يعني مثلاً إذا نحن ذهبنا إلى مكان ورأينا رجلاً يسب شخصاً آخر وذلك الشخص الثاني ساكت نحن عاطفياً نميل إلى الشخص الثاني ونكون أعوانه على الشخص الأول فنقول للشخص الأول لماذا تجتم هذا الإنسان أو لماذا تتكلم معه بكلام خشن هذه أول الفوائد الشيء الثاني الفوائد الثاني أنه كثير من الأحيان الإنسان حينما يستولي عليه الغضب يتصرف تصرفات غير لائقة يندم عليها في المستقبل ولذلك الغضب في كثير من الأحيان مفتاح لكثير من الشرور لأن الإنسان في حالة الغضب قد يكون هناك غضاء على عقله يتصرف تصرفات هذه التصرفات قد لا تكون مناسبة وتحط من قدره ومن منزلته في المجتمع بل قد يرتكب المعاصي أو الجرائم كثير من الجرائم التي تقع لأن الطرف الثاني المجرم ما تحمل كلمة أو ما تحمل فعل فاستولى عليه الغضب تصرف تصرف وذلك التصرف تحول إلى جريمة فيفقد مكانته بل يعاقب في الدنيا قبل الآخرة الفائدة الثالثة كما ذكرنا هو التأثير في ذلك الشخص الجاهل لأن الشخص الجاهل حينما يتصرف التصرف السلبي فإذا لم يجد ردا بمستوى الكلام الذي كان يتكلمه أو الفعل الذي كان يفعله فإن هذا الإنسان كثير من الأحيان يصاب بالخجل وبالحياء وكثير من الأحيان يحاول أن يكفر عن فعله أو لا أقل لا يكرر هذا الفعل في المستقبل فالحلم هو الزينة لكل إنسان وهو دليل على أن هذا الإنسان يملك نفسه لا أن القوى الشهوية والقوى الغضبية هي التي تملكه فهو أقوى من تلك القوى الشهوية أو الغضبية ويملكها ويستفيد من تلك القوى في الطريقة الإيجابية المناسبة ينبغي علينا دائما أن نتعامل مع الآخرين بالحلم وأن لا نترك الحلم والإنسان الذي يترك الحلم يتسافل إلى مستوى ذلك الجاهل ولذا يقول الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام ما تساب إثنان إلا كان أعلاهما كأدونهما لماذا؟ لأن الشخص الذي هو أعلى يتسافل إلى مستوى ذلك الجاهل ذاك بجهله تصرف تصرف فالطرف الثاني إذا قابل ذلك الجهل بنفس ذلك التصرف فإنه يكون قد تسافل إلى مستوى ذلك الجاهل وينبغي للإنسان أن يربأ بنفسه أن يتسافل نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أصحاب الحلم وأن يوفقنا لما يحب ويرضى هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة